في الفيديو ده هنجمع بعض على سبيتش بروسسنج لكتشير فور عندنا فيه تلات مسائل الدي اي تي اف اف تي الدي اي اي اف اف تي والانورس اف اف تي طيب في الفيديو ده احنا هنشرح بصورة عامة بس المسألة بتتحل ازاي وبيقى شكلها ازاي لكن لو عايزين حل ستاب باي ستاب هسيب لكم لكل مسألة فيهم لينك في دي سكريبشن تحت الفيديو على اليوتيوب بيحلهم الماتيري اللي احنا مستخدمينها في الفيديو ده من سلايدز دكتور جهد اسماعيل سيد ومن الفيديو زي اللي هنسعيب لكم لينك بتاعها في دي سكريبشن تحت ونبدأ مع اول المسألة معنا اللي هي الدي اي تي اف اف تي ودي في منها حاجتين الفور بوينتز يوزنج فور بوينتز او يوزنج ايد بوينتز وهنشوف ده بيتحل ازاي وده بيتحل ازاي ونبدأ بالفور بوينتز المسألة بتيجي بالشكل ده بيقول وبيجي سيكونس بالشكل ده يعني مسلا عندنا وكل حاجة فيها اول واحدة الاندكس بتاعها بزيرو وان تو سري عشان نحل المسألة دي بنعمل ايه بنرسم اللاسمة دي كده قدامنا بندخل البوينتز من ناحية دي بيحصل عليها البروسيز اللي هنشرحها هنا وبعدين بتطلع من هنا نكتبها تاني هل هندخلها زي بالترتيب بتاعها اللي هو زيرو وان تو سري لا احنا هنعمل لها الاول حاجة اسمها بيت ريفيرسل ايه هو البيت ريفيرسل ان دلوقتي هنكتبهم الاول بالترتيب زيرو وان تو سري وهنكتب الباينري نمبر بتاعهم اللي هو زيرو 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 الوان زيرو وان التو وان زيرو سري وان وان وبعدين نعمل ريفيرس لاحظنا الزيرو زيرو كده ما بنش في حاجة الزيرو وان بقت وان زيرو الوان زيرو بقت زيرو وان ال 1 1 هتفضل 1 1 تمام؟ وبعدين نرجعها التاني ليه ديسمان ال 0 0 0 ال 1 0 2 1 3 فهو ده الترتيب اللي هندخل به الpoints بتاعتنا زي ما احنا ملاحظين ان احنا هناخد X0 وبعدين X2 وبعدين X1 وبعدين X3 طبعا مع الحل هتلاقوا ان خلاص هي تحافظت بس علشان في الامتحان تبقى فاكرة طريقة دي وتعملها تتأكد ان تعمل الترتيب الصح طب دلوقتي بعد ما عملنا الbit reversal هنرسم بقى الرسمة دي ازاي طبعا فيه علشان نحل المحاجة دي وعشان نرسم الرسمة دي لكن هنحفظها بطريقة بداية كده مع بعض اول حاجة احنا بنرسم 4 خطوط بما ان احنا بنكلم على 4 خطوط اتفقنا ان الانفوت بتاعنا هيبقى بعد الbit reversal هيبقى 0 2 1 3 لكن الاؤتبوت هيبقى بالترتيب العادي اللي هو 0 1 2 3 تمام؟ طيب بصوا هي طريقة بداية بس نحفظها بها او طريقة ايه نحفظ يعني سهل علينا نحفظ اول حاجة احنا بنعمل cross بين كل 2 lines يعني طالما ال line ده نازل بcross على line ده يبقى لازم يعمل ال arrow بتاعه تاني لفوق علشان يعمل شكل cross ده تمام؟ فاول مرة هنعمل هينزل على طول على تحته تمام؟ يبقى ده عمل ال cross تاني cross طيب في تاني stage او تاني phase احنا بنفوت line وننزل على تحته فلو ملاحظين ماشيين هنا كده ماشيين ماشيين فوتنا line نزلنا على تحته طيب ال ده نفس الكلام فوتنا line ونزلنا على تحته طيب يبقى كده اللي احنا بننزل عليه لازم يرجع تاني ب arrow لنفس ال line اللي هو كان عليه علشان يقفل شكل cross ده حلو طريقة بسيطة وسهلة نحفظها بيها يبقى كده اول مرة ببنفوتش line بننزل على تحته على طول طبعا ده مش هنعمله عشان خلاص نزله arrow فده هيطلع لفوق نيجي على ده هينزل يقفل cross هنا هيجي هيفوت line هينزل لتحت line اللي بعده ما فيش حاجة نزل عليه فهينزل line هيفوت line وينزل لتحت هنا فيك الرو اللي فوق ده نزل عليه blind فهيطلع blind كمان نفس الكلام اللي تحت خلص هيتلعب line طيب وبعدين عندنا two values بنحطهم على ال arrows الWs وال-1 الWs عندنا الW power 0 وW power 1 الW power 0 في ال 4.1 وPower 1 ب-J تمام طيب بنحطهم بقى فين وامتى برضو هي مش دي هي مش based on هي based on mathematical formula بس احنا هنحفظها بطريقة كده بسيطة اول حاجة اللي نمسك الW او نمسك النيجي تفوان النيجي تفوان بنحطها في البيز بتاع كل كروس يعني ايه البيز بتاع كل كروس احنا عندنا الX اهي هنحطها في البيز هنا نيجي تفوان فاحنا عندنا فيه X هنا فالبيز بتاع هيتحط فيه نيجي تفوان نفس الكلام هنا نفس الكلام فيه X كبيرة هي البيز بتاع فين اهو النيجي تفوان هنا في الX الكبيرة دي كروس هنا البيز بتاع هنا هنحط له النيجي تفوان نشيل بس الحاجة دي عشان ما طلعه بطماشا تمام يبقى كده حطينا النيجي تفوان نيجي بقى هنحط الW امتى نحط الW قبل البيز يعني قبل البيز البيز اهو لأ نطلع برا هنحط الW تمام طيب نفس الكلام هنا راحزنا هو البيزة هو الو عملناهم هنا بالنسبة قبل اول 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 فيز او اول ستيج بنحط الو كلها باور زيو فاللي هي بتبقى بوان هنا بنبدأ باور زيو بعدين باور وان تمام طيب نبدأ بقى نشوف المسألة بتحلل ازاي بعد ما خلصنا الرسمة بتاعتنا نشوف الباليوز بتاعت كل اه اندكس فيهم وبنبدأ ندخلها في الرسمة بتاعتنا فيعني هنا عندنا الاندكس زيرو بوان فاحنا عندنا هنا وان اندكس تو كام بزيرو زيرو وان وسري بالصفة ان هما زي بعض وان اوفر روتو هنحل جزء بسيط وباقي الحل بالتفصيل هنلاقيه في فيديو في الديسكريبشن تحت طيب هنبدأ اول حاجة هنمسك الوان كده هنمشي بالوان الوان هتنزل تحت وهتكمل هنا عايزين نعرف هنا الوان بقيت بكامل تمام طيب الفاليو هنا وان جيه ومن تحت بيه زيرو طالع فلما توقه ارز فيتقابلوا هنا هيبقى وان خلص زيرو تمام طيب هنا عندنا وان خلص زيرو طيب الوان نازل هنا عايزين بقى نعرف هنا بكامل نعرف هنا بكم ازاي؟ هنا وان. فلاس حايزين نعرف هو فلاس كم. اول حاجة والزيرو. زيرو تايمز الديو الديو بالان. زيرو تايمز الان بالان. اسمه زيرو تايمز وان بالزيرو. تمام؟ يبقى عندنا لسا بزيرو. دخل هنا. بعدに عندنا اك seresligus black 1 زيرو تايمز زيرو يبقى هنا هتفضل برضو وان بس زيرو. تمام؟ طيب. نيجي هنا. هنا عندنا وان over root two. one over root two هتفضل ماشي عادي لغاية ما هتوصل هنا. تمام? هنا هنحط بقى ايه? هتبقى one over root two. بلاس. بلاس ايه? طالما طهو اروز يتقبله يبقى بلاس. بلاس ايه? نشوف الاروز اللي تحت طلع بالكام? طلع one over root two times one. احنا هنا ما عملناش وهو طالع ما عملناش times w بس لازم. هنا times w اللي هو بone اللي هو برضو بone over root two. هيطلع فوق بلاس one over root two. طيب تحت. تحت احنا هنمشي هنا عايزين نعرف point هنا بقت بكام. one over root two نزلت تحت عادي من غير اي حاجة. يبقى هنا one over root two. بلاس. نيجي بقى نشوف هنا. one over root two times w بone. يبقى one آآ بone over root two عادي. times negative one. يبقى نيجي بقى نيجي بقى نيجي بقى نيجي بقى نيجي بقى زي ما نكمل اهو. نيجي بقى نيجي بقى نيجي بقى نيجي بقى روز two. تمام? مش. ونفس الكلام هنكمله. هن من الارقام دي هتتعمل times w تحت ورقم هنا هيتعمل times w تحت ونفس الكلام لغاية ما نوصل في الاخر ليه ال four points اللي عندنا دول تمام طيب ندخل بقى على ال eight points هو بيقع نفس الكلام بس هنا مش مدينا four elements هو مدينا eight او eight points طيب هنا هنعمل ايه اول حاجة زي ما عملنا فوق هنعمل ال bit reversal هنبتدي نكتب ال zero zero one two three four five six seven بعد ما هنكتبهم هنكتب ال binary number بتاعهم وبعدين هنعمل له reverse يعني هنا zero ما طبعا مش هحصل لها ايه حاجة zero zero one بقت one zero zero نفس الكلام هنعمل له لتحت وبعدين نرجع ال binary ده لديسيمال فيطلع علينا الترتيب بتاعهم zero four two six one five three seven يبقى هو ده الترتيب اللي هيدخله بيه زي ما احنا شايفين هنا zero four two six one five six one five three seven طيب طيب الرسمة دي بقى اكبر من اللي فاتت هنعمل فيها ايه نفس ال concept بتاع المرة اللي فاتت مش concept mathematical بس حاجة نحفظها وتسهل علينا الدين اول حاجة الكروس بنعمل ايه اول مشان فاوت line هننزل علي تحته نزل علي تحته طيب التاني line تاني line already وصل له ارو فهنشوف هو مين اللي موصل له ارو اللاين ده فانروح عمفلين يبقى كده نحفظها طالما ما ما فيش line وصل له هننزل هنشوف هينزل line ولا هينزل lineين ولو في line وصل له فهو بيقفل مع اللاين ده فهنا في حاجة وصله له لأ فهيمشي وهنزل على اللاين اللي تحته على طول هنا في حاجة وصل له اه فيبقى هيقفل معها الكروس نفس الكلام طيب تاني ستيج تاني ستيج بنفوت line واحد بس فهنمشي فوتنا line وهو يبقى اللاين ده طيب ده في حاجة وصله له لأ يبقى هننزل هنفوت line وعلى تحته هنا في حاجة وصله له اه يبقى هنقفل الكروس معها هنا في حاجة وصله له اه هنقفل الكروس معها طيب نيجي على اللي بعده هنا في حاجة وصله له لأ يبقى هيفوت line ويننزل على لبعده. هنا حاجة وصله له. ننزل على لبعده. هنا حاجة وصله له اه هيقفل معها. هنا حاجة وصله له اه هيقفل معها. هي طريقة مش علمية بس تسهل علينا بس الحفظ. طيب اخر بقى هنفوت فور آآ سري لاينز وهندخل على الرابع. يعني هنا كنا مندخل على الاول هنا الثاني هنا هنبدأ برضو مش هنطور بس نعمل كم واحدة. هنفوت اول واحد في حاجة وصله له لأ فهيفوت واحد اتنين تلاتة الرابع. هنا حاجة وصله له واحد اتنين تلاتة الرابع. نفس الكلام حاجة فيش حاجة وصله له هيفوت تلاتة ويدخل على الرابع. فيش حاجة وصله له هيفوت تلاتة ويدخل على الرابع. هنا في حاجة وصله له اه في حاجة وصله له. طيب يبقى هيقفل معيه. مين اللي وصله اللي هو اول لاين. فهيقفل مع اول لاين فوق خالص. هنا هيقفل مع اول لاين فوق خالص. هنا وهكذا في غاية ما نخلص الرسم خدوا بالكو علشان من كتر كروس دي ما حدش يتلقبط تبقوا اخدين بالكو ايه متوصل بايه طيب زي ما اتفاقنا النيجاتيب وان بيتحط في البيز بتاع الكروس فلو لاحظنا البيز بتاع الكروس هنا في نيجاتيب وان البيز بتاع الكروس هنا في نيجاتيب وان وهكذا هنا نفس الكلام زي ما عملنا المرة اللي فاتت فيه هنا وهنا هنا وهنا 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 البيز بتاع الكروس كلهم الاربع اللي تحت واتعملوا على الاربعة اللي تحت طيب نفس الكلام ال W ال W بتحط قبل البيز بتاع الكروس فلو لاحظنا هنا قبل البيز في ال W ال W ال W كله تمام نيجي بقى هنا ال W عندنا متفاكرين كان ال W 4 كانت ال W 4 لو Power 0 بكان ب1 ولو Power او لو Power 0 ب1 ولو Power 1 بنكتب G هنا بقى بتبقى ازاي لو Power 0 هتبقى ب1 تمام طيب لو Power 2 هتبقى بنكتب G Power 2 تمام طيب لو Power 1 هتبقى ب0.707-G0.707 ولو Power 3 هتبقى negative 0.707 negative G 0.707 ببساطة برضو لو حويلنا نخليها related باللي فاتت احنا في اول stage كانت كلهم 1 تاني stage كان عندنا هناك ايه 1 negative G هنا نفس الكلام 1 negative G وبعدين قررها تاني تحت 1 negative G هنا بقى بيعمل ايه 1 وبعدين 0.707 كذا negative كذا وبعدين التانية negative G وبعدين التانية الثالثة الرابعة معنا صح نفس الكلام بس هطلها negative فالطريقة بسيطة زي ما قلنا مش علمية بس تسهل لنا الحافظة وهنعمل نفس الكلام اللي فوق هنبتدي في كل point هنشوف الpoint دي الحاجة عشان توصل لها ايه اللي هيحصل حاجة اللي هتوصل لها الفاليو اللي هنا هتبقى plus value D لما تعملها times W وبعدين طلعت فوق هيمتبقى plus بعض هنا الvalue لفوق وplus الvalue D times W times negative 1 وهيتعملهم plus بعض ونكمله لغاية ما نوصل للfour points اللي في الاخر عارف ان اشرحتها بشكل general اوي بس لو بسيطه في التحت هتلاقوا في فيديو الكل اللي واحدة فيه بيحل المسألة بالتفصيل بالDIF مش الDIT هو نفس الكلام بس بالعكس الرسمة بالعكس تماما يعني اول حاجة لو ملاحظين الرسمة هي بالضبط ال eight points وممكن تتعامل على ال four points بس كل حاجة اتعكست بس نفس الconcept معنا يعني عندنا في البيز بتاع الكروس عندنا ال W احنا كنا بنقول قبل البيز بس هنا بهم ان احنا عكسنا فهو بعد البيز نفس الكلام هنا بس وخدتوا بالكم الانبوت الانبوت هنا احنا ما عملناش في الانبوت احنا عملنا في الانبوت فا احنا ازتفقنا في الDIF كل حاجة هتبقى بالعكس وهتحل المسألة برضو هتلاقوا في مسألة في تحت فيديو بيحل المسألة بالتفصيل واخر حاجة معنا وهي الانفرس اف اف تي في الانفرس اف اف تي الحاجة الوحيدة اللي هنعملها ان احنا هنغير ال W بتاعتنا طيب ال W بتاعتنا هتتغير ازاي ان احنا هنعملها power negative one بس كده يعني كل value احنا كنا بنشوف الفاليو دي هنا هتبقى بكام هنعملها power negative one وهنحل المسألة بتاعتنا عادي سواء دي اي تي او فين دي اي تي او دي اي اف تمام فيديو كان جنرال اوي وسريع بس عشان كنت عايز اطول عليكو اللي عايز حاجة يعرفها بالتفصيل هيلاقي لينك تحت تحت وشكرا وتمنى اكون في توقف سلام موسيقى